أهلا بيكو ولما الكل بيوصلهم المقال بأروب تصدموا وجيان ما كانتش عارفة أن كل التفاصيل دي هتنتشر ولما بتلاقي أن الشياو وزيتشو أروه هم كمان وبأولى الأعداء في نظرتهم لبعض كانت جيان عاوزة الأرض تنشأ وتبلعها وهم راجعين للسكن كانت جيان باستخبية بين تانجسان ومينج خوفا من شياو وزيتشو بس على مين بقى معلم زيتشو وشياو بيسحبوها من أسطنك وبيخدوها على انفراد يفهموا منها اللي بيحصل في الوقت لتانجسان بتتفاجئ أن مينج كانت عارفة بالحوار ضمن الأول ونصحتها أنها تصريح ومتوضح الأمور بس جيان كانت بتأجل على طول ساعتها تانجسان بتتخانئ مع مينج علشان ما قالت لهاش اللي بيحصل ولكنها صحبتهم ومينج بتحاول تأديها علشان يعرفوا الوضع هينتهي على أي مع الشياو وزيتشو جيان بقى كان معمول لها محكمة ومش عارفة تنطب ولا كلمة وبتقوم خناها بين شياو وزيتشو وصدمت زيتشو لما بيعرفوا النوم اللي اتنين مع بعض ما كانش ليها حدود وبيوقف مزهور وبيحاولوا أن يتأكد من جيان بس بيليش ياو شدها جنبه هي ما قامتش ولا بعدت عنه ولا حتى أنكرت ساعتها زيتشو بينهار وبيسأل وما كانش فاهمه وليه ما حدش بيختاره هو أبداً وحرفياً كان عنده عودة ومشكلة نفسية بسبب هجر أمه ليه لليتها زيتشو مش بيعرف فيناه من التفكير والحزن كان شايف أن كل اللي حواليه بيشفقوا عليه والنوم بيحبوه علشان شخصه مصابان عليهم علشان أمه تخلت عنه حتى جيان بتفضل صحي لتاني يوم ومش بيتنام ولا دقيقة لأنها ما كانتش عاوزة زيتشو يكتشف ارتباطها بشياو بالشكل ده الغريب أن جيان وصديقتها لما بيصحوا ويروحوا يفطروا وبيتفاجئوا وفي المطبخ مع الضلوم الفطر زي كل يوم من غير أي اختلاف الظهر أنه تخطى الموقف اللي حصل مبارح بس لسه مش بيتكلم مع الشياو الشياو لما بيكون في العيادة بيتفاجئ بولدته بتتصل بيه بيرد عليها المرة دي يشوفها عايزة إيه بس المفاجأة أنه بيليها بتسأله عن مطعم كم تعود يجيب لها منه الأكل فبيستغربوا بتتصل بأخته يتطمم منها ساعة بيعرف أن أمه تغيرته بتعتمد على نفسها وبتخرج كتير وتقليمت على الوضع الجديد ساعة الشياو بيتفايل وقلبه بيرتاح أنه خلاص مش مضطر أنه يربط حياته بيها ويحس بالزنب النسابة ورجع الصين في الوقت اللي كانت ميهي مع صديقتها اللي هتساعة تزيدشه يجي لها اتصال من حضانة ابنها الصغير فبيتروحها له هناك في أسرع وقت ساعة بتعرف أن الحضانة مش موافقين على أنه يستمر معهم لأنه عنده توحد وعنيف جدا مع أبايا لأطفال ومحتاج مكان تاني يناسب حالته ميهي ما كانتش يتعرف تامل إيه غير أنها بتاخد وتمشي ولما بنرجع لي جيان كانت معا شياو بتوري الشجرة اللي زرعتها في حديقة الجامعة وقت دي هي فرحانة أنها بقت شجرة كبيرة وكل فترة بتيجي تعلق عليها أمنيتها لما بتتكلم معها بعدها بتطلب منه أنهم بيحافظوا على مشاعر زيتشو الفترة دي شياو بيددائي جدا علشان هي بتفكر في مشاعر زيتشو مش فارق عندها هو حاسس بيه وأنها مش بتشفق عليه زي ما بتحس تجاهز زيتشو لما شياو بيغضب وبيسيبها وبيمشي جيان بتروح وراه وبتحاول أنها تفهم موقفه ساعتها شياو بيقول لها إنها معا بس علشان هو أكبرها على ده بس جيان بتقوله أنها لو ما كانتش بتحبه ما كانتش تقبلت مشاعره ووفت على أنهم يكمله مع بعض شياو كم يدائي جدا بيقول لها أن حياتهم طول الهشرين سنة مختلفة عن المستقبل وأنهم كده كده عيلة بس في الوقت اللي هي عندها الاغتيار أنها تعيش حياتها من غيره هيكون عندها أصدقاء كتير ومش هتحس بالوحدة أبدا زي ما عاشت التسع سنين اللي فاته إنما هو وحيد وملوش لأصحاب ولا أي حد غيرها ولازم إنها تكون له علشان يعرف يعيش حياته وساعتها جيان بتتفاجئ من كلامه وبتسأله عن حياته السنين اللي فاتت في سنة أفورة كان بيعمل إيه غير إنه كان بيأتيني بأمه واخته فإنها بيجيها رد الشياء واللي بيخليها مش عارفها تفكر وتعرف قد إيه وبيحبها لما بيقولها إنه كل الفترة دي كان بيفتقدها هي وبس بيحلموا بيتخيل عيلتهم إنه بيكمل معاها حياته ونه بيرجع يتجاوزها والعيلة الصغيرة اللي بيكونها حتى إنه بيختار اسم أول طفل لهم كمان حجم السعادة اللي هيكون فيها معاها وسط الأب لي والأب لينج وعيلتهم المميزة ليلتها بترجع لمينج تسألها عن كل اللي طرفه عن شياء وفي الفترة اللي كان بيتواصل معاها فيها قبل ما يرجع الصين علشان طرف إيه اللي كان بيمر بيه مينج ما كانتش طرف أي حاجة عنه كان كل اللي بيتكلموا فيه أخبار جيان الجيان كانت حسنة يا طيها وبتتصل بأبوها تتكلم معاها بس مش بتقوله أي حاجة من اللي بتحصل ومع إنه معرفش اللي إنه بيحمسها وبيشجعها وبيخليها تنام وهي سعيدة من طريقته في الكلام معاها وهزره بيهزر معه وبيقولها إنه هو ولينج اتفعوا إنهم لما يكبروا شوي هيعيشوا في دار رعاية سوا ساعة جيان بتعتذر لأبوها إنها كانت السبب في إنه ما يتجوزش ميهي لإنها فراب بينهم بس لي بيقولها إن دي مش غلطتها هو كان خايف والشيء الهم اليوم اللي هيكون عنده حفيد لإنه هيكون أسوأ واشأة من جيان في طفولتها وهو مش هيستحمل دا تاني ساعة جيان بتعرف قدي أبوها بيحبها وإنه قدم تطحياته علشان خطرها ودلوقتي هي بتشوف حياتها ومكمل حياته لوحده لما كانت زغيرة كانت طيشة ومش فهمت دنيا وإنه مش من حقيقة حد إنه يكون مع أبوها خالص بس لما كبرت وفهمت الحياة عرفت إنها كانت ألطانة وحسب بالأنانية علشان كده بتقرر إنها تلاقي له زوجها من نسبة وتخليه يتجوزها تاني يوم كانت شايفه شغله لما بيلاي جيان جايباله الغدب نفسها وجاية تتغدى معاه في وقت الاستراحة علشان ما يحسش بالوحدة تاني أبدا وباليل بياب الأبو لينج علشان يروح معا عند الطبيب لفحص دوري هو كان فاكر إن أبوه هو اللي هيكشف مثل ما بيصله عند الطبيب لينج بيطلب منه إنه يفحص شيئا ويقوله إيه السبب اللي مخليه ما بيعرفش ينام ساعة الشاو بيفهم إن أبوه عمل حجة منه تعبان علشان يجيبه له الدكتور يطمن عليه بعد ما عارف بمشكلة الأرق وإنه مش بينام بالليام وإنه كان متفق مع الدكتور أصلا ساعة الشاو كان حسس بالفرحة إن أبوه الآن عليه للدرجة دي وإنه عاوزه يكون بخيره وبيفكر فيه على عكس أمه اللي كانت معي شاف ضغط وعذاب نفسه طول الوقت وهو ما صدق هرب منها في الوقت اللي كانت جيان صهرانة جنب الباب مستنية أرجوع زيتشو وإنه بتسمع باب الشقة التانية بيتفتح بتخرج بسرعة بحجة إنها رايحة ترمي الزبالة وبتتكلم مع زيتشو وبتديله الفيزا بتاعتها علشان يكفي نفقات المطعم زيتشو بيتخاني معاه وبيرمع لها وبيقولها إنه بيحبش إن حد يشفق عليه تاني يوم كان الأب بليه في المطعم وكان اتجارته معاها صديقتها اللي عاوزها يتعرف عليها علشان يتجوزه وبنعرف إن جيان هي اللي طلبت من الجارة إنها تدور لأبوها على زوجها منازبة ولما ليه بيعرف كل المعلومات دي من الجارة بيتفاجئ بتصرفات جيان وإنها فعلا نضجت ومتفكر فيه وفي ساعاته طول الوقت شاوبا كان بيحكي لي جيان عن كل اللي مر بيه من يوم ما أمه عملت الحدثة لما تصابب بيشل النصفي وكان هو اللي بيأتني بيها واخته وكان كل يوم مع أمه في المستشفى وتحمل منها نيارة العصب يوم عملتها السيئة بسبب حالتها الصحية وإنها ما بقتش بتتحرك وفي يوم بيليه حاولت الانتحار وحياته معاها بتكون أصعب علشان اضطر إن يتحمل حالتها النفسية المتضمرة في نفس الوقت يفضل متماسك وحاولتها إنها تخلص من حياتها ومعاناتها بتتكرر أكتر من مرة ولما بيرجعوا البيت كانش يوم بيحضر لها الأكل فمرة ولما بيجي يقدموا لها ويطلب منها إنها تاكل علشان صحيتها تتحسن بتعصب عليه بتوقع الأكل وهو بيغلي على كتفه وده بيكون سبب إصابته والحرق اللي في كتفه ومع إنه ما كانش بيقدر يحرك دراعه اليمين من الإصابة اللي كان مستمر في إنه يساعد أمه وبيعمل لها تدليك العضلات رجليها طول الوقت علشان يوم التحرك طرف تمشي تاني ومحصل لهمش دمور في العضلات من قلة الحركة واللي كان بيساعده في إنه يستمر في العذاب ده الأدوية اللي كان بياخدها لأنه كان حرفياً عايش في شدة أعصاب وضغط نفسي رهيب كان فجأة وهو نام وهو بيذكر يسمع صوت خبط فبيجري زي المجنون يطمن على أمه وفاكرة حاول التموت تاني بس المرة دي كانت بتحاول إنها تتمرن على استخدام العكاز وبتطلب منه إن يهديها مركز ألاك طبيعي علشان تتعالج وترجع تمشي في الوقت الحاضر كانت هيمي في حفلة مع صديقتها ومعاها ابنها الصغيرة لما فجأة بيتهمنا في المكان وبتدور عليه حواليها لغاية ما بتلاقيه معشيب بيديله حلوة هنا بنتفاجئ إن ده زيتشو زيتشو نفسه بيتفاجئ بيها وبتعرف إنه بيشتغل هنا مؤقتاً وكانت مستوربة من اللي حصل للمطعم بتاعه في آخر اليوم زيتشو بيلاقي كلب في الشارع والكلب بيتبعه ومش بيسيبه ساعتها زيتشو بيحس بالزنب ناحيته وبياخده معاه يعتني بيه تاني يوم جيان وزيتشو وشياه وبيتصلحه وبيرجعه زي الأول تاني وبيتجمعه في مطعم الأب لي ساعتها شياه وبيطلب من الأب لي إنه يوافع على جوازه من جيان وساعتها ليه كان متفاجئ لأن زيتشو كان لسه من كم يوم بيطلب منه نفس الطلب ودلوقتي وقعد ما بياخد وقت على ما يستوعب بس اللي بيحصل تاني يسان خرج التقابل دونج علشان كان عاوز منها خدمة والصدفة بتشوف صورة مينج خلفية على تليفونه فبتتفاجئ إنه قصها من الصورة وبتزعل وبتمشي لما بيكتشف إن مينج هي البنت اللي دونج بيحبها دي كان كل اللي قاله من جواز جيان وشياه هي أمه ومزاجها الغريب وخايف من إنها تعمل مشاكل لجيان في الوقت اللي كانت مينج في غرفتها بتبعت إيميل للجريدة اللي هتسافر بكين تشتغل فيها لما ما بتتصل بيها بس مينج من رعبها بتجري تجيب الكتب اللي أمها جابتها لها وبتعمل إنها بتذاكر فيها علشان أمها ما تتعصبش عليها بس بعد ما تفل معها بتكسر القضاء من عصبيتها وإنها مش قادرة تكون شجاعة وتدفع عن أحلامها وليه في الوقت اللي كان بيه في المطعم بيلاقي هي مي جاية ومعاها ابنها الصغير وبتقول اللي على وضع زيتشو ساعتها بتتصل بجوانج علشان تعرف منه السر وراء إنه مش بيساعد زيتشو ساعتها تكتشف إن جوانج تخلى عن زيتشو من سبع سنين وسبب ويشتغل في المطعم علشان يكبره إنه يتراجع عن هناده ويقبل إنه يكون معاه على طول وما يرجعش في الصين هي مي بتتخاني مع جوانج علشان غني وسايب ابنه للصعاب دي وساعتها زيتشو بيلاقي حياة توصل فيها تحويل بمليون دولار وأبوه بيتصل بيه بيقوله إن هي مي هي اللي تخانيت معاه وأنه مش بيهمهم غير الفلوس ساعتها زيتشو بيخرج زي المجنون وبيروح ل هي مي الصالون بتاعها وبيتخاني معاه وأصحابه ما كانوش عارفين هو رايح فين وبيجروا ودوروا عليه وبيتصلوا على ليه يسألوه ساعتها هي مي بتعرف إنه رحلها الصالون فبترجع على هناك وزيتشو كان بيفتكر معاناته مع أبوه وإزاي كان بيهينه وبيزله علشان يكبره إنه يعيش معاه ويتخلى عن حلمه هي مي بتتكلم مع زيتشو اللي كان متعصب جدا ومش عارف يستوعب هي ليه تخلت عنه هجرته زمان ودلوقتي بتساعده وليه هو اللي بيتم هجره على طول هي مي بتعتزله ومش عارفها تجاوبه ولا تصلح لعمرته زمان وقتها زيتشو بيمشي مع أخواته وليه يستنى علشان يهدي هي مي بس يبتطلب منه يسيبها لوحدها في اليوم ده التلاتة بيرجعوا بيت الأب ليه وبيباتوا معاه الصبح لما زيتشو بيصحى كان الأب ليه بيحضر الفطار زي زمان أما زيتشو بيخبط على السقف علشان يصح الشياء وينزل يفطر معهم زي ما كانوا بيعملوا ليه وهم بيفطروا بيعتزلهم عن تقصيره وفقره وأنه ما قدرش يوفر لهم حياة أحسن ما كانش بيلهم حد فيهم وشايف إن المعاناة اللي مروا بيها في حياتهم كان له دور فيها لأنه لو كان غني ما كانش زيتشو اضطر إنه يسافر مع جوانج هنا ليه بيقول لزيتشو الحقيقة وأنه أمها جرته لسبب خارج عن أراضتها لأنها في الوقت اللي سابته في القرية كان تم طردها من وظيفتها بعدما المدير دقيقها وحياتها بقت صعبة وما كانتش يلاقي شغل واضطرت إنها تسيبوا الفترة دي زيتشو لما بيعرف ما كانش مستوعب وبيحس إنه كان عب عليها وهي تخلصت منه ومش بيعزورها في الوقت اللي كانت هييمي مش بتنام من كبوس فرأة هي وابنها وكانت حاسة بالزنب وشايف إن بعدها عنه وقاب ليها وإنها لازم تتقبلوا وما تحاولش إنها ترجعوا ليها تاني علشان وعدها للي لما قالت له يربيه وهي مش هتاخدوا منه تاني ونكتشف إنها لمتجوزة ولا حاجة وإن الولد الصغير ده مش ابنها حتى ولسه فيه سر كبير في حياتها محدش يعرفه لينجي بقى لما بيرجع من صفره وبيعرف الأخبار بيفرح إن جيان وشياء وارتبطوا وهتجوزه لأنه كان نفسه في كده من زمان بيروح لمينجي لما بتعرف من دونج إنه أحبها وبيصراحها بمشاعر وبتتخانق معها وبتسيبه وبتمشي علشان هي عارفة تانجسان بتحبه فما ينفعش إنها تخون صحبتها وتعجب بالشخص اللي هي حبته لما بترجع مينجي البيت بتحكي تانجسان علشان ما تزعلش وبتتفاجئ إنها عارفة أصلاً والبنتين مش بيزعلوا من بعض وبتفضل صدقتهم من غير ما تتأثر تاني يوم مينجي بتقابل أمها وبتتفاجئ إنها اشترت لها شقة بالتقسيط ودفعت كل مدخلاتها فيها فبتتخانق مينجي معها لإنها ما أخيرتش رأيها وإنها دلوقتي هتضطر إنها تدفع عاصات طول العمر لغاية ما تغطي تمن الشقة للبنك وحياتها هتنضغط تانجسان لما بتروح مقابلة شغله ويا فرحانة وبتلاقي إن الدور اللي عاوزينها فيه دبليرة والشام مش هيظر للكاميرا خالص بترجع البيت منهارة بتتخلص من كلها زيها وبتوافع على وظيفة المتحف اللي أبوها عرض عليها المفجأة بقى إن والديتش ياو وأخته رجع الصيم في الوقت اللي بيكون شياو رجع البيت هو وجيان والشين بيهزر وبيتفاجئ بأم وأخته وقفينه قدام الباب ساعتها بيتصدم وبعد ما كانت ملامحه بتضحك من السعادة فجأة ولكي إنه شاف عفريت وملامحه بيبان عليها الرعب والحزن أمه مش بتستنى كتير هي بتطمن عليه وبترجع على الشقة اللي استقارت فيها هي وبنتها بس دي أخته كانت متضايق علشان لما شافها ما كانش مبسوط لرؤيتها تانيهم كانت تانجسام بتتضرب وبتحفظ كل المعلومات التاريخية عن القطع اللي في المتحف علشان تدع شغلها والكل بيتفاجوا بمهارتها وبشجعوها في المستشفى كانت هي مي راح تتقابل أختها وتتطمن على جوزها بتسيب لها مبلغ كبير علشان تكمل علاج جوزها أختها ما كانتش عارفة تقول لها إيه وبتحس بالتأصير ناحيتها إنها مسألتش عنها كل السنين دي بلدة شاوبة بتيجي المستشفى ومعها هدايا لكل زميله تعرف عليهم هو كان متضايق علشان بتدخل في شغله وفي حياته بنرجع ليه مي اللي كانت بتدور على ابنها اللي اختفى ومش لقينه ولما بتعرف إن في حد لقاوه سلمه للشرطة بتطلب المساعدة من لينجي علشان يخرجه لأنها مش أم الطفل ومش الوصية عليه علشان تستلمه ساعة لينجي وليه بيعرفوا إنها مش متجوزة ولا حاجة زي ما كانوا فاكرين وأن الولد ده ابن صديقة ليها دخلت السجن علشان قتل الجزها وبيضربها وبتدافع عن نفسها والولد كان طبيعي بس لما شاف الموقف ده جات له صدمة نفسية وبقى بالحالة دي لما لي بقى بسالها عن السبب اللي خلاها تجدب عليهم وتسبب في الأزى لزيتشو بتقول له إنها وعدته إنها تسيبهوله يربيه ومش هتطلبه بيه تاني علشان يبقى ابنه خلاص ولد مينجي بيرجع من الصفر ولما بيعرف بإنه ما اشتريت شقة بكل مداخراتهم من غير ما ترجع له وبيطلب منها إنها تسترد الفلوس تاني وإلا هيطلقها بس والدت مينجي مش بتتراجع عن قرارها وبتصمم عليه ومينجي كانت بينهم حيرانة مش عارفة تقنع ولا واحد فيهم وفي يوم عيد ميلاد شياو كان زيتشو هو اللي محضر له الطرطة بنفسه واخت الشياو بتروح تجيبها وبتصمم إنها تدفع له تمنها والحفلة كانت والدتو عاملها في مطعم كبير وبيحضرها لكل غصب عنهم علشان خاطر شياو والوحيد اللي بيكون موجود هو زيتشو بيعرف شياو إنه ما حضرش بسبب الموقف اللي أخته عملته وإنها دفعت له تمن الطرطة ساعتها بيداق جدا بس مش بيعمل مشكلة علشان الليلة تعديه وعرف أصلا إن وجود أمه في المدينة وحواليه مش هيخليه مرتاح ولا سعيد لأنها بتحاول السيطرة عليه بكل الطرق ولا مش هيو بيرجع البيب بلايجيان وزيتشو عاملله عيد ميلاده بيفجؤوه بيحتفله سواء بسعادة ليه ما كانتش متقبلة فكرة إن هيمي بتربي ولد مش ابنها وسابت ابنها طول السنين دي ومش بتحاول إنها تكسب وده ومحبته تاني فبيروح يعود معها ويسألها عن الحقيقة المرة دي هيمي بتقوله كل الحقيقة في نفس الوقت اللي كان زيتشو بيزور خلطه بتنصحه إنه يسامح أمه بتقوله على إنها كانت في السجن وبيعرف الحقيقة كاملة مسبب اللي خلها تبيد عنه كان غصبا عنها وأنها أصلا كانت في السجن لأنها في مرة كانت شغالة في صالون لما واحدة بتتخاني معاها وييمي بتبعدها عنها وبتوعى على الستة على السلم وبتموت وقتها هييمي بتتسجن بتهمة الأتل اللي غير العمد والوحيدة اللي كانت تعرف من ألتها كانت أختها لانو هييمي طلبت منها إنها تخبل موضوع ده علشان زيتشو هييمي اخترت إنها تتخلى عن زيتشو وتسيبه لليه علشان يربيه شافت منه طيبة قلبه وحنيته وإنها كانت متأكدة من إنها هيكون مبسوط معاها ويعيش كويس أحسن لما يعيش معاها ويتحمل زنبها لأن بتتصل بليه وبتقوله إن زيتشو يعرف إن أمه كانت في السجن ساعة الجان كانت راح تتدور عليه هي والشياء وبيسندوه مينجو هي راحة شغالها بتتفاجئ بأمها بتتصل بيها وبتطلب منها سنداتها الشخصية علشان تكمل إجراءات القرض وبتروح شائطها تدور عليهم بنفسها وقتها بتكتشف إن مينجو كانت بتكذب عليها إنها مش هتدخل اختبار الخدمة المدنية ساعتها مينجو بتنفجر فيها وإن عمرها مسابتها تاخد قرارها بنفسها ولا حتى تختار لبسها وبتفاجئها بإنها كانت صغطت في الامتحان بتاع السنة وبمزاجها علشان ما تدخلش الكلية اللي أمها عاوزها تدخلها طبعا أمها ما كانتش عارفة إنه كل ده فقل بمينجو وبتمشي مهي منهارة في الوقت اللي كانت هيمي بتزور ليه في المطعم وساعدت ليه لما بتشوفهم بتصورهم وبتبعت الفيديو لجيان اللي بتفرح جدا وكانت نفسها إن أبوها يتجوز هيمي وكانت عاوزة تعوضهم عن إنها بوزت علاقتهم وارتباطهم من عشرين سنة واخت الشياو كانت متدائية جدا من وجودهم في الصين وبتتعصب أكتر لما بتلاقي أمها أخذت شقة يستقروا فيها على طول ومش راجعين سنغافورة بتخاني معها لأنه سبق وارتلا إنهما يحتفلوا بعيد ميلاد شياو ويرجعوا سنغافورة تاني بس فجأة كل ده دغير شينجي كانت متدائية لأنها حاسة إن الشياو مش بيحبها وأنها عبق عليه وأنه بيحب جيان أكتر منها ولما الشياو بيجي يشوف إيه المشكلة وليه أمه قررت الاستقرار في الصين مرة واحدة شينجي لسا ما خلصتش مدرسيتها أصلا بيلاقي إنه أمه مش بتتراجع عن القرار وبتحق بأنها عاوزة تكون قريبة من ألتها وأنه مش كل شوية يسافروا بلد تاني علشان يكونوا مع بعض في المناسبات شياو ما كانش يمعترض وبيطلب منها إنها تنفس ده لما شينجي تخلص مدرسيتها وتيجي داخلها الجمع بيبقى تيجي تستقر هنا بس أمه زي العدد بتعصب عليه وبترفض رأيه ساعة الجيان بتدخل الشقة علشان توصل الطرد اللي رح لها بالغلط وبتتفاجئ بيهم الجمعين ما كانش يتعرف إن في حد موجود وقتاش شياو بيعمل جيان بطريقة مختلفة قدام أمه اللي بتتدايق وبتحس بالغيرة وإنها مش مرحب بيها كون إنه بيرحب بجيان وبيفرح كل ما بيشوفها إنما هي لأ كانت ناسية إن كل الإنسان بيزرعه هو اللي بيحصده في الآخر شياو ما شافش منها غير كل أسوأ وأنانية وظلمة عمره ما كان بالنسبة لها أولوية تضحي علشانها أو تحاول إنها تسعده ورجع دلوقتي زعلانة علشان مش بيعملها بحب شينجي كانت من ديتها مشت من غير ما تقول لحد في أصلا ما تعرفش حاجة في المدينة وبتضوح وبتعود في الشارع اللي بالليل لغاية ما زيتشو بيشوفها بالصدفة بيرجعها معا البيت وشياو بتسيب لها قضيتها تستقر فيها اليومين دول تاني يوم زيتشو بيضطر إنه ياخد شينجي معا المطعم علشان ما يكونش لوحدها في الوقت الليلينج بيتقابل مع والدة شياو وبيطلب منها إنها تبعد عنه وتسيب ويهيش حياته بيقول لأن الشياو كاتوم جدا وبيعاني من أمراض نفسية واكتئاب واضطراب نوم وعيش على المهدئات ومضادات الاكتئاب بقى له سنين ودلوقتي من يوم ما رجع مع الجيان وهو بقيت حالته أحسن ساعتها والدته بتتفاجئ لأنها ما كانتش تعرف بمرض شياو أو إنه بيعاني لأنها كانت عمية عن كل حاجة حواليها ومش شايفة غير إنها الضحية وإنها اللي بتعاني ولما شياو بيعرف إن أبو أبي الأم وحاول إقناعها إنها تسيب ويعيش حياته وشياو بيشكره وبيقوله لأنه هو طفله وشايفه بطل حياته بيفكروا بالموضوع اللي كان انطلب منهم كتابته عن الأب هو طفل هو كان كاتبه عن أبوه لينج وأنه شرطي بطل بيحمي الناس كلها بس علشان الأب ليه ما يزعلش قال إنه كتب عن ليه من إنه هو اللي كان بيعتني بيه وبيربيه في غياب لينج لينج كان أول مرة يعرف الكلام ده ويكتشف إن الشياو بيحبه جداً وبيحترمه وبيقدر محاولاته إنه يخليه سعيد وأنه بيتغضع مشاكله مع والدته علشان بس غضماً للشياو السعادة وإنها مش هتتعرض لجيان وتصعب عليهم حياتهم بتصرفاتها وكل إن ابنه شايفه بطل ده بيخليه فخور جداً في المطعم بقى كانت شينج مع زيتشو اللي بيخليها تلبس يونيفورم وتساعده زي الباقيين وتشتعل معاه لما فجأة بتظهر هيمي وبتيجي تقابل زيتشو وبتتكلم معاه والمرة دي زيتشو كان فرحان جداً برؤيتها ونس الماضي وبدأ معها صفحة جديدة بعد ما عارف إن بعدها عنه كان غصباً عنها وإنها كانت مسجونة قبل ما هيمي تمشي بقى بتدي له دلايا لما بفتحها بيلاي فيها صرطه معاها وهو طفل وبيعرف إنها عمرها ما نسيته ساتها كانت شينج بترابه وبتفرح لما بتشوف العلاقة بينه هو وأمه باعت حلوة بالشكل ده وبسبب زيتشو كانت هيمي بتتواصل طول الوقت مع لي لغاية ما حبه ليها بيسيطر عليه والدة تشياو لما بتفكر في كلام لينج بتفتكر المواقف اللي كانت بتحصل والمرات اللي شفيته بياخد أدوية وسألته وقالها إنها بيتامينات وكانت كل ما بتقلق بالليل بتقوم تلاقيه صاحل الفجر ومش بينام ياريتها بها بتعمل حاجة صح دي بتروح للمستشفى بتتعرف على زميلة تشياو شوشو بتحاول إنها تتقرب منها علشان تخليها ترطيب بشياو في الوقت اللي كانت مينج اكتشفت إن أبوها واماها ينفسته خلاص بكانش بيدي حاجة تعملها والعرفة تقنع حد فيهم إنه تراجع عن قراره واماها متمسكة بالشقة وأبوها متمسك بالطلاق تانجسان بتخرج مع والد الدونج والمرة دي الدونج كأنه كان أول مرة يشوف تانجسان ويقف حباب جد بس هو كان ضيعها من إيده لما تجاهل إعجابها بي واستخف بيها أنها متهورة وطيشة بس لما تعامل معها وصلح العلاقة بينه وبين مينج واستمروا في صدقتهم بيعرف أديه يا عقلاء كبيرة ونطجة وفي الوقت اللي كانت هيمي جاي المطعم للي علشان يعلمها طبخ الأكلات اللي زيتشو بيحبها بتتكلم معاه وبتستغرب أن طول السنين دي ما تجوزش وبتفتكر أن جيان كانت بتكرها من يوم ما عرفت أنها تكون زوجة أبوها اللي بيقول لها أنها كانت رفضة مبدأ أن يكون لها زوجة أب من الأساس مش رفض لهيمي لشخصها سمع إنه ما كانش فاضل باغر إنه يربيهم وما كانش عاوز إنه يزعل جيان ساعة هيمي بتفجأوا بسؤالها لما بتقولوا أن جيان مش هيكون عندها مانع لو هي بقت زوجة أبوها دلوقتي وليه بيجاوبها وبيقول لها لأنها هي اللي بتسعى لزواجه ودلوقتي أصلاً ومش بيستوعب معنا اللي بتقال غير بعد ما بيرد عليها بيكتشف إنه يمي بتحبه من يوم ما شافته من 20 سنة وإنها كانت تتجوزه فعلاً لولا المشكلة اللي حصلت لها ودخلت بسببها السجن جيان بتحصل لها مشكلة في شغلها لما واحد زميلها بتهمها إنها بتقلت فنه خصوصاً من حوطة براية الطفولة دليل على إنها من إبداعها هي كانت صورة قديمة لها مع زيتشو وشياو بترجع البيت تدور عليها بس بتلاقي والدتشياو وقف قدام شايته مش معها المفتاح فبتطلب منها أنها تفتح لها هي على ما شاوي يرجع وقتها ودت شاوي بتضيق جيان بالكلام جيان بترجع شايتها منهارة ولما شاوي بيرجع وبيشوفها بتبكي بيروح يتخاني مع أمه وساعتها بتقوله إنها رفضة جوازه منها بس شاوي بيقول لها إنه مش هيتخلى عن جيان مهما حصل حتى لو كانت هي بتكرهها ونختر جيان وأبوها علشان بيحبوه بيسأل أمه منهار هي ليه مش بتحبه زي أي أم شينج كانت منساجمة في العمل في المطعم مع زيتشو وبتعرف قيمة الحياة وإنه ما فيش حاجة بيتيجي من غير تعب ولما شاوي بيجي هو ويجيان علشان يسألوه عنه الصورة السلسية بتاعته بيستعراب زيتشو لأنه كان معاه نسخة هو كمان ساعتها شينج بتدخل وبتحكي له ما على حصل وإنه ما كانت بتلاقيه بتفرج على صوره معاهم طول الوقت ودي المرات الوحيدة اللي كان بيضحك فيها ساعتها بتخليه في المدرسة في يوم وبتقطع كل صوره دي حتى شينج كانت رفضة صرفاتها وبتحاول أنها تمنعها بسها مش بتقدر والدته كانت بتقطع صور انتقاما من لي وعيلته علشان فاكرة النوم بيهنوها بيتكلموا عليها من وراء ظهرها زي ما كانت فاكرة زمانة قبل ما تنفصل على اللينج وكانت بتخانئ معه طول الوقت بسبب كده شينج كانت بتحب شيئا وكانت بتحاول أنها تساعده حتى الاملات أمهم تخلصت من الكتش اللي كانت جيان بقاهولها هدية شينج بتسترجوه في السر والشياء وقتها بينهار من تصرفات أمه زيتشو بيعرف أن السبب الحقيقة اللي خلى شينج تهاجم جيان إنها زمان وقعت نفسها من على السلم عن قصد علشان تورطها وتوقع بينها وبين شياء وتبعيدها عنه ولغاية النهار ده هي ما اعتذرتش وفاكرة أن جيان بتكرهه للسبب ده زيتشو بينصح أنها تتعامل بطريقة مختلفة لأن اللي فات فات ولازم أنها تصفي قلبها وتصلح العلاقة بينها هي وجيان علشان شيئا ومش هيبعد عنها وبعدها بيتصل بأبو جوانج علشان يخليه يبعث له الصورة اللي بيدوروا عليها لأنها في أغراضه اللي كانت في بيج جوانج وقتها جوانج بيساوموا عليها تانج سان بتروح تحضر عرض مصرحي مع دونج وبتكتشفت ده المصرح هو شغافة بس كانت ألانة من أنها تحاول تاني في التمثيل بس دونج بيشجعها وبيخليها تقابل صديق له واللي بيطلب منها تيجي لبروفا بكرة علشان تكون بطلة المصرحية الجديدة طبعا تانج سان كانت متوترة جدا ومش عارفة توافق خوفا من أهله خصوصا أنها دلوقتي في وظيفة مستقرة بس دونج بنصح أنها تجرب ومش هتخسر حاجة ولا ما بترى الإسكريبت بيعجبها وبتقرر أنها تشارك في المصرحية شينج بتعتذر للجيان وبتكتشف أن الجيان مزعلانة منها أصلا ولا بتكرهها زي ما كانت فاكرة وبيبو أصدقاء ولأول مرة في حياة تانج سان تنجح فتجربة أداء وكون بطلة عمل كامل وفرحتها كانت لا توصف في الوقت اللي كانت منج مع والدتها بتسندها لما بتروح تقابل أبوها اللي كان مصمم على الطلاق لأنه زي من تصلط مراته وتحكمه في كل حاجة في حياته وأنه كان طول الوقت بيخاف أنه يخالفها شاعتها منج بتقوله أنه هو اللي كان سلبي وأنها كبرت ويا فاكرة أنه هو اللي بيحبها وهو اللي حنين بس لما نضجت أعرفت حجم التضحية اللي أمها كانت بتقوم بيها كانت هي اللي بتوصلها لمدرسة وبتابع دراستها ومستواها وكل حاجة خاصة بيها إنما هو ما كانش مهتم بحاجة أبدا يعني أمها هي اللي بتحبها أكتر وسلبية أبوها هي اللي وصلتهم لكده وأبوها كان مصمم على الانفصال بس منج بتدعم أمها وبتعترف لها بأنها عرفت غلطتها لما كبرت وأنها فعلا كانت عاوزة مصلحتها وأن أكبر ندمها لما سيطت الامتحان عن عمد وحياتها ومستقبلها هو اللي اتضمر وكانت ممكن تبقى في مستوى تاني خالص زيتشيو كانت واصل مع أبو بخصوص الصورة وبيوافع على إنه يروح يزور جده في مقابل إنه جوانجي بعط له الصورة لأبلي في الفترة دي بقى بيهتم بما ظهره جدا وبيخرج ياه بالهيمي طول الوقت وفي كل مرة كان بيشوفها كان بيوعف حبها أكتر من الأول لدرجة إنه كان بيحس إن جمالها بيزيد يوم عن يوم جيان لما بتعرف إنهم خارجين في معوض غرامي بتصامن إنها تروح ترعبهم وبتقنع زيتشيو إنه يروح معاه بس هم بيرابوهم بيلاؤوا الأب لي وهيمي وراهم وبيروحوا كلهم يضغدوا سوا ساعتها ليه كان محرق جدا منهم بس هييمي بتتأكد لجيان إنهم خلاص تخطبوا وخلاص هيتجوزوا ساعتها جيان بتفرح جدا وبتهني زيتشيو إنه أخيرا اسمها يبقى في سجل لقالتها وهو نفسه كان فرحان بعدها زيتشيو بيروحوا زور جده زي ما أبو طلب منه وبياخدوا الصورة في المقابل وبيبعاتها الران علشان يحل المشكلة دي في الوقت اللي كانت تنجسان قبلت أمها وأبو بتقوله على قرارها وإنها تكمل في التمسهيل في المسرح والمرأ دي محدش بيعرف إنه يكبرها على حاجة وبتدافع عن أحلامها والدتشيو كانت تصل بشوشو وعزمتها تتعشى معاهم ولما شيو بيرجع البيت وبيلاقي معاملة أمه لشوشو وإنها عاوزهم يتخطبوا بيتخاني معاها وبيمشي حتى شوشو بتاتذر لها وبتقولها إنها عارفة بحب شيو وجيان وإنها مش هينفع تتدخل ما بينهم ومجرد زميل لها شيو أكد لأمه إنه مش بيحب غير جيان وإنه مش محتاج تقبلها وحبها من عدمه لأنه دامش هيفرق في حبه لجيان أبدا وشوشو وقبل ما تمشي بتقول لولدة شياو على المقالة اللي نشرتها جيان بتحكي فيها عن علاقتها بالشياو وإنها طار في الحياة لما تقراها ساعتها والدتو بتتردد في إنها طار المقالة في الوقت اللي كانت منجم قرر إنها تسفر بيكين خلاص وتنقسان كانت مستغربة إن والدة شياو بتعامل جيان بالطريقة دي وبتكرها فعلا ساعتها جيان بتقول لها السبب علشان هما لما انتعلوا للبيت جيان أهدت لهم جوز وكان يسبب في موت أخت شياو الصغيرة فكل مرة والدتو كانت بتشوف جيان فيها كانت بتفتكر اللي حصل وخسرتها لبنتها مع إن جيان مش هي السبب في موتها أصلا بس يا بتكره إحساسها بالزنب وكون إن ده غلطها علشان كانت بتسيب شياو وهو طفل في البيت زيتشو بقى كان راجع من المطعم والدنيا بتمطر لما بيلاقي أم وهي مي مستنياب شمسية وبتمشي معاه هي بتحميه من المطر وكان سعيد جدا وبيفتكر طفولته معاها والدت شياو وقتها كانت قارت المقال وعرفت حجم المعاناة اللي عاشها شياو على حقيقتها وإنها فعلا أزيته في كل مراحل عمره ولما بتتصر بالشياو علشان تتزرله اللينج اللي بيرد عليها بقول لها ترحم ابنهم شوية بقى وكفايا اللي وصلته لي ساعتها والدته بتحس بالزنب أكتر والصبح بيلاوها اختفت شياو بيجري يدور عليها في كل مكانه وفاكر أنها انتحرت لأنها كانت سايبة لهم رسالة فهموا منها أنها يتموت نفسها علشان ترحموا من المعاناة اللي تحملوها بسببها في الآخر بيلاوها في النهر وكانت بين الحياة والموت الحسنة حظا أنه بينقذوها في الوقت المناسب وشياو بيطلب منها لهم يفتحوا صفحة جديدة وتنسى اللفات بعدها فترة بترجع على سنغافورة هي وشينج علشان تكمل دراستها ولينج هو اللي بيساعدهم في كل حاجة بيوصلهم المطار كمان المرة دي والدة شياو بتسافروا يا مطمنة عليه بتصلى علاقته بجيان وبتسيبهم يعيشوا في سعادة أما والدة مينجي فكانت زي عادتها بتيجي تنظف لهم الشاء وتعمل لهم كل الأكل اللي بيحبوه في الوقت اللي كانت تلاتة الجيان والشياو وزيتشي بيحضروا زواج الأب لي من هي مي وزيتشي هو اللي بيوصل أمه بنفسه وبيسلمها للأب لي وبيطلب منها أنها تعتني بي معتنا بيه في كل حياته وبيطلب منها أنهم يعيشوا في سعادة وفي النهاية العلة الغير عادية دي بيعيشوا في سعادة علشان اختاروا يقدروا بعض ويحافظوا على الروابط اللي بينهم حتى لو ما كانتش روابط دم وبكده يخلص الفيديو بتاعنا النهاردة لو عجبك ما تنساش دعمنا باللايك والشير للفيديو وما تنساش تشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان يوصلك إشعار بالحلقة الجديدة